استراتيجية الكريملين في البداية كانت مختلفة تماماً عن ما يحدث حالياً على أرض الواقع. كان هناك في البداية الواضح حديث في الإعلام الروسي بأن العملية لن تستمر لوقت طويل. ولكن حتى الآن نرى بأن العملية مرت عليها السابيع. ولم يستطيع القوات الروسية سيطر على كيف. بكل تأكيد القوات الروسية استطاعت السيطرة على مدن هامة. على مناطقها. ما أيضاً أعطت المجال للقوات الانفصاليين جمهوريتين دونسك والوغانسك السيطرة على المناطق بأكملها التي كانوا يريدون السيطرة عليها. والواضح بأن حالياً روسيا تريد الضغط على الأوكرانية على الحكومة الأوكرانية لكي تقبل الشروط الروسية. أيضاً إدخال أسلحة جديدة أيضاً يحاول المعركة إلى معركة أخرى إلى مرحلة أخرى. لأنه نعرف بأن الغرب أيضاً يدعم الطرف الأوكراني بأسلحة جديدة. يبعث أسلحة إلى الطرف الأوكراني. ونحن حالياً الطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من إسرائيل لأنظمة الدفاع الجوي. والواضح بأن إدخال أسلحة هذا الشيء يضغط على الحكومة في أوكرانيا. وأيضاً في مصر المفاوضات. نرى بأن روسيا تريد من أوكرانيا أن تقبل الشروط الروسية. وأن تكون دولة محايدة كما كان طلب منذ البداية. منذ بداية العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.